أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان مشيرا إلى أن الحركة ترتكز في مفاوضاتها على الصمود والمقاومة وفي بيان أضاف هنية أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها وأشار إلى أنه على الإدارة الأمريكية تقديم كثير من الأفعال لوقف الإبادة وسياسة التجويع كذلك لفت هنية إلى أن الضفة تتعرض للتنكيل في سبيل إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة